اشتركوا في القناة كانت أسبوع كامل سيمانة ديال المصابقة كانت سيمانة ديال المصابقة والحمد لله لدي الأدواء مزيانة والحمد لله لدي السلامة وذلك كل شيء مزيان والذي تنبغيه هنا ما حال في عمرك انت؟ عندي 21 سنة ما حال تشارك في المصابقة ديال الفروسية؟ ستاة سنينة ما حال تنشارك ما حال في العائلة ما حال تنشارك؟ من جد الجد من اب الى جد ما حال تنشارك في المصابقة؟ ما حال تنشارك؟ نهاية اليوم غير فراجة عادية شكرا سي حمزة اتبارت الله عليكم وخام معنا المقدم السرباء سي بو عبادي ابن جليل السرباء اللي فازتها بالجائزة الثانية سيتكلمنا على انطباعه على الفوز ما حال تنشارك؟ السلام عليكم سيدي الفوز مزيان في محلو كانت المنافسة قوية وكانت سحارة عبدالله اللي يحسر المنزة بلوانة ومن البداية كان موافق والحمد لله هذا فوز كبير بأن بنادم في المغرب فوز فوز فضر السلام ميدالية الذهبية وتفوز رتبة ثانية في الجدد هذا شرف كبير جهة عادنا كاملة جهة بني من الخنيفة والحمد لله الشيك يفرح بالخير وبمجهودات اللي قاموا بها مع الركاب وكانت دازوا من من احد المرد اللي شدهم ما ركبناه النهار وكانت شكتاه وكانت شفيدة الصعوبات نحاط المرد صخاننا والحلاقات والحمد لله وهالفوز جهة كبير بالنسبة للمجهودات دي الخيول واللبس والركاب قال الله عمار أدار الناس ادراه في مستوات يستنتوا الله يسألهم هذا مجهود جبار باش يصنلها الرتبة والحمد لله على كل حال والتنظيف محلو ان هذا الصالون كان نمتل جهدية 4 سنين هذي والآن ما عجبنا التنظيم لمنحات الخيل لمنحات الأكل لمنحات السيكوريتي الحمد لله كل شيء زينا يمزينا طبيان وأكل وشي موجود الحمد لله والله ينصر صيدنا لأمير موني عبد الله اللي أعطينا به المعريض توصله لهالمرتبة وهذا مورود تقافي قصنا نحافظه عليه بها الطريقة اي لم يشجعوني بها الطريقة ما غادي بنادم يبدأ ينتاز لابد الحمد لله ما زال غادي تزاد ما زال غادي تشوف السرب وخراينات وركاب وخراين ومقدمين وخراين ما زال غادي تزاد من شهود سكير لأي واحد بغي يوصل لها المرتبة حيث هذا مورود في المغاربة بالخصوص ما يمكنش غادي يتنازلوا عليه أنه اللي كاسبعة وضراء ما يمكنش هيد منذاره وتسلموه الآن كان الأب ديالي مقدم ونهاري الأب ديالي عقبت تقدمت هنا والحمد لله والحمد لله والشكر الله شكرا سيدي وهنيئا لكم السلام عليكم شكرا